قبل أن كان الحوار الوطني حالك جاي طازة من نقاش الحساب القتامي ومن الموازنة خليني أعف عند هذه النقطة باعتبارها جزء أيضا بالحوار الوطني وهو الملف الاقتصادي وجزء من الحياة اليومية اللي لم يكن الحياة اليومية برمتها يعني للمصريين فيما يخص أسئلتهم حول الاقتصاد والنهاردة الحكومة بتقدم لكم الموازنة وتقدم لكم أرقامها دائما الاقتصاديين وأنا مش اقتصادي أنا بتاع القانون ولكن يعني بنتعلم علشان يعني ندرس الأمور لأهمية الملفات اللي احنا بنشتغل عليها نهاردة كان عندنا حساب الختامي لموازنة 21-22 يعني دي موازنة اللي قبلها اللي قبلها إيش احنا عندنا موازنة شغالة هتنتهي في 30-6 دي الموازنة اللي قبلها بتاعت 21-22 هتقابل الموازنة اللي تنتهي في 30-6 هتقابلها في 24 يعني هكذا الأمور تدار فالأقام حقيقة عندك نوعين من التحليل عندك نوع فانديمينتال اناليسيز وعندك تكنيكال اناليسيز التكنيكال واضح وسهل وبسيط ويقدر الناس تفهمه وتقدر تستنتج منه كمان بكرة عامل ازاي الأقام أصبحت مخيفة وأصبحت صعبة أسبابها أنه المنهج اللي تبانى عليه ما سمي يا بابين هلالين من سنة 2016 خطة تنمية اقتصادية عرضها المواندس الشريف اسماعيد ثم تلاح حكومة الدكتور مصافة مدبولي خدت نفس المنهج التحرر من كل القيود القديمة لانطلاق تجاه صندوق النقد الدولي التحرر من كل الأعباء اللي بتحملها الوزنة تجاه الدعم بكافة أشكاله وإحنا حذرنا والله من البداية أنه اللجوء للسندوق ليس حلا فمخاوف دايما الأقام وتركيبات الأقام وأصارها الاجتماعية بيترتب عليها أنك ما تعيش في بلد واحد للموازنة رقب كامل اللي أنت بتنعيشها سنة النار السابعة يعني أنا مش عايف بقى من حسن حظي ولا من سوق حظي أن أنا أكون نائب للفصل التشريعي يعني دورتين متتاليتين فنعاصر كل التطورات والتحولات من نواب حالمون بمصر جديدة تبنى على أساس الحرية والديموقراطية والتعددية والاقتصاد القوي اللي يليء بحجم مصر وبحجم شعبها وبتطلعات الناس وتضحياتها خلال سنوات يقعدوا لك أنتو بتقولوا كلام عاطفي تدغدغوا به مشاعر الناس تعال أشيل لك أي مسؤولية وقلنا أنت هتحل إزاي الملفسين إحنا برضو عندنا ما عرفش إن كانت ميزة ولا لأ إن إحنا بندرس وبنصل لحلول وما بندعيش على أنفسنا إن إحنا بنمتلك إطلاقية الحلول يعني ولا إنها حلول إبداعية ولكن برضو بنلغى وبنكتهد مع بيوت خبرة ومع ناس عندها درسات حوالين ملفات فبنذلك لما بنعترض على أمر بنطرح البدائل بتاعته فلما يكون تعال أصول بتعترض ما فيش مرور وفقت والله يعني من حظنا السيء طبعا بيبقى في حاجات لطيفة ممكن يكون فيها تحسين مثلا كان عندي قانون الصيد وأنا يعني بمثل دايرة ساحلية فكان عندنا مشاكل فقدرنا إن إحنا من خلال المناقشات والشد والجذب إن إحنا نعد العدد لا بأس بيه من القوانين ونحمل الحكومة تبعت مثلا تركيب بعض الأجهزة على تكلفة الموازنة العامة للدولة نتيجة النقطاع الصيد ما قدرش يركب على أجهزة اللي تتبعوا المراكب وجي بي اس ورمصات تكون موجودة على المراكب لما بتكتهد برضو ويكون فيه أزن صغية فذلك هل كل الناس سيئين اللي إحنا بنتعامل معهم لا فيه ناس بتسمع كويس وناس بتقدر تتجاوب معك ولكن هل دا أداء الحكومة بغمتها أكيد أكيد لا يعني الأرقام المخيفة وأنا حبيت إن أنا عمل لهم مقاربة ما بين بعض الأرقام مثلا تخيل في الحساب الختامي اللي إحنا بنقش وكورنا النهاردة الفوائد في 21-22 كانت 583 مليار الفوائد فوائد يا فنو عن الدين فوائد الدين مش الدين فوائد الدين كانت 500 83 مليار في موازنة 21-22 الموازنة اللي إحنا بنطبقها اللي إنتهي في 36 الفوائد 690 مليار تساوي قد إيه من مصروفاتنا 33 و 33 من عشر الأقصات ما فيه فرق بين الفوائد وكمان الأقصات الاتنين على بعض يسمونه خدمة الدين الفايدة الأصل الدين نفسه لا الاسط الاسط اه انت عليك اسط وعليك فايدة من الدين فالاتنين مع بعض دول بنسمونه خدمة الدين 583 مليار في 21-22 690 مليار في 22-23 الأقصات في 21-22 508 مليار الأقصات في 22-23 965 مليار ما يساوي 31.5% من إجمال استخدامات الموازنة الاتنين على بعض كده لما نجمعهم في 21-22 1091 مليار جنيه يعني تريليون و 91 مليار يساوي قد ايه من مصروفات الدولة في موازنة 21-22 يساوي 45.9 من عشر في المية طب في 22-23 اجمال الفوائد زاد الأقصات اللي هو ده اسمه خدمة الدين 1655 مليار تساوي 54% من الاستخدامات يقولك انت مزعج ليه بتقول الأرقام دي بتخوف الناس دي أرقام مش مخيفة على فكة دي أرقام سهلة وتعالى نقولك في فرنسا وتعالى نقولك في أمريكا وأنا عندي تأمين صحي ولا عندي الاقتصاد دا ولا عندي الأريحية في نظام المعيشة ولا عندي تعودات ولا عندي معاشات انت عارف حضرتك الـ 3-4 مليون أسرة اللي بتاخد برنامج الحماية الاجتماعية تحت عنوان تكافل وكرامة اللي بياخدوا ربع 150 جنيه اللي هم النهاردة كنت أنا بحسبهم على انهم 50 سنت في اليوم ما بقوش 50 سنت في اليوم بـ 40 سنت 30 سنت 35 سنت كيف تعيش حياة كريمة آدمية طب إيه الأسباب لده يا سيد ضياء سيد ضياء أنا ليس هناك مصار لتنمية اقتصادية تحل بشكل عقيقي مشاكل الاقتصاد في حد مختلف إن إحنا في أزمة اقتصادية الأزمة الاقتصادية لما نروح لناقشها بنناقشها مع الحكومة في البرلمان ولا ناقشها مع كل القوى الوطنية خصوصا في بعداء في المحور الاقتصادي عشان نوصل لحل هل ده هو المعيار النجاح للحوار الوطني بقيت نظرك إنه يطرح هذه القضايا وإنناقشها بعمق وبدقة ولا النجاح إن إحنا نناقش في الحوار الوطني سياستنا مش اقتصادنا بحيث إنه السياسة هي التي تؤدي للاقتصاد ما سيحدث أن كل الملفات ستناقش محاول الثلاثة مطروحة على دائرة المفاوضات خليني أقظمك من وجهة نظر أنا إنه الملف الأجدى هو الملف السياسي لأنه من دعوة الرئيس في إبريل 2022 إلى تحرك الحوار إلى الجلسات المباشرة تقريبا كان قرابة العام جرى في ماء الاقتصاد أمور كثيرة اختبطت تاني اختبطت الحكومة مرة تانية مع صندوق النقد بالمخالفة للدستور المدى 127 من الدستور لم يعرض هذا الاتفاق حتى جلوسنا الآن وأنا قلت الكلام ده لو يعني الزمل في الأعداء لم يعرض على البرلمان أن أنت لا يجوز وفقا لماذا حتى الآن؟ طبعا ولا اللي فايت برضو في 2016 يعني جلنا كده بعد السنة ولا حاجة فكرة احترام وهو المدى مفتوح للعرض على البرلمان لا مئة 27 مئة 27 بتكلم أنه لا يجوز لك الارتباط بدين أصلا إلا موافق البرلمان طبعا هكذا هي معقولة الاتفاق أخير مع صندوق النقد لم يصل البرلمان بعد نعم هكذا هي مالوش حد أقصى هكذا هي الأمور هكذا هي الأمور أنا هنا بحصل على رد لما أنا أقول ده في مواجهة الحكومة في البرلمان وليه البرلمان هيوافق على فكرة مش هيرفق شيء غريب شيء غريب أن أنت طبعا ما تجيبوشه انت ضامن بس هتجرحه هتستعرض الشروط ما جايز تكون فيه الشروط مجحفة نحن لا نعلمها في التفاصيل السندوق ما بيوقعش معاك كده رغم أن السندوق يعلن كل التفاصيل وكل الخطط كله معلوم على ويب صعيد والحكومة علانت نفسها إذن ما فيش أي مبارك لعدم عرضه على البرلمان مع موجود أغلبية هائلة في البرلمان ده صحيح بس حتى الأغلبية ديت حتى لا أظلمها ضجت هي كمان من تصرفات الحكومة وأصبحت بتنال برضو خاصة من النقد والنقد الواسع والكبير فذلك أهمية أن يضغط حتى خبريا البرلمان ده مهم لغاية العام عشان الناس حتى يعني انت حاسب نوابها ويبقى فيه مجال لغفالها البعض برضو بيقول عن حوار الوطني وكأنه برلمان موازي لا بيناش كل ملفات البرلمان بيطرح كل أقضاء مفروطة ألف برلمان حضرتك قلت ما أدخل مهم والسؤال التاني الورق اللي هينتهي إليه والتوصيات مفروط تروح للبرلمان وفعلها إلى قوانين بخليل هقول حضرتك عشان أستكمل الفكرة الأولانية وجارب على الاستفسارين اللي حضرتك قلتهم أنا أصبحت شايف من وجه نظري أنه حلحلت الملف السياسي بحيث أنك تؤمن لبرلمانات تنتج حكومات تتعاطى مع الملفات من مرضود سياسي وبرتباط على برامج تحاسب كل أربع سنوات عليها من خلال الشعب نفسه فيبقى أنه أنت النهاردة من أمن العقاب أساءل اختلاف وجهات النظر مش هقولي الأدب الأدب السياسي الأدب السياسي بأنك تقدر أنك جاي أمام من منحك الثقة ومن أمن لك مصار لمدة وزمنية محددة هتحاسب على برامج الأداء بتاعتك كل أربع سنوات فاللي مش جاي كده ما عندوش أريحية الحكومة دي لم تعرض برنامجا على البرلمان مرة من البرلمان عامان ونصف لم يطرح على هذا الفصل التشريعي الثاني برنامج للحكومة لقا